السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم مطلوع الفارينة على الطريقة التقليدية سنعجنه باليد كما زمان ندلكه نخمره مرة واحدة فقط وسننزلكم بعد هذا الفيديو مباشرة كسرة تقريبا بنفس المقادير لكن تتخمر الزج مرات هكذا ستشوف الفرق في الطريقة والنتيجة النهائية كي نعد طرق رهم في مواقع التواصل الاجتماعي كسرة بدون دلك كسرة بالميكسر كسرة بعجينة العشر دقائق لكن لا يختلف اثنان في المطلوع والكسرة على الطريقة التقليدية سنقوم بسم الله وندخلوه مباشرة في المقادير نحن عندي حوالي نصف لتر من الماء عندي رطلت عفارينة أولى 500 غرام ملعقة كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من خميرة الخبز نحن عندي نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة كبيرة من السانوج نحن اخذو قصحة ولجفنة كل واحد كيفاش يقولها نحن نديرو المقادير الجافة لكن الملح يعني رح نخلوه أثناء عملية العجين يعني رح نديروه ورح نشمخوه بالعقل بالماء ونضكوه العجينة التدريجية نحن يابسرعة رح نطمو العجين نقاتل هذه الكمياء من الماء نقدر نستخدمها كاملة اصحة أن تكون قليلا من الماء ونضيفت القليلا من الماء ونضيفت قليلا من الماء وهكذا حتى تحصل على عجينة تكون مدلوكة جيدا وتكون طارية ومتوسطة القاوم يعني مرحش تكون طرية بزف ومرحش تكون يبسق رح نجيبوه كمية الملح ونشمخها بالقليل من الماء ونواصل عملية الدلك صراحة هذه أحسن طريقة لدلك العجين يعني هنا كم يقولوا ندركوا العجين تانا بليبس يعني والعجينة تكون ناشفة ونبدأ وندخلوا في السوائل تدريجيا إذا كنتوا تعجنوا نفس العجينة في البيطخة يعني ديروا كمية الماء وخلوا الكمية الباقية يعني البيطخة رح يدور وانتم رحكم ديروا في القليل من الماء وهكذا حتى تكملوا كمية الماء أنا دارت لكم النصف لتر من الماء وانتم ما تقدروا تستعملوا أكثر وتقدروا تستعملوا أقل يعني على حسب نوعية الطحين كذلك الخامير رح تكون على حسب الجو يعني أنا رح نطيقوا المقادير بالملاعق ورح نطيقوا المقادير بالغرامات في صندوق الوصف وانتم ما تقدروا تغيروا في الوصفة قليلة نحضتها في البلوندد خعضاي ورح نواصل عملية الدلك نحيلي كما رحكم تشوفوا العجينة يعني ما هي شملسة نحن خليها تروبوزي حوالي دقيقة فقط ورح نبدأوا في تشكيل الخبزات يعني أنا عجنت العجينة حوالي عشر دقائق بالبيطخات قدرت رحلكم من خمسة إلى سبع دقائق أنا قسمت العجينة إلى ثلاثة يعني جوني الخبزات شوية صغار يعني عاودت قسمتها على اثنان يعني درت زوج خبزات فقط أنا زوج خبزات يعني رح يطح لي شوية خبزات كبار وللمبتدئات قسمهم على ثلاثة رح يطح لكم خبزات يعني يكونوا متوسطي الحجم هكذا بشكي جوا ترميوا فيهم في الطاجين يعني رح يجيكم سهلين هنا يا عاودت حكمت يعني نفس الجفنة خلطت فيها الفارينة والسميد الرقيق كامل يعني الساميد الناعم يعني رح ندير الخبزات التوعي في الوسط ورح نحاول نغبرهم بهذا السميد والفارينة هنديروا هدل عملية يعني حتى يتغطى هدك العجين كامل بالخالي تاع الفارينة والسميد وهنا يعني في الفارينة توجو نديرو يعني خبزة فوق خبزة ورح نخلوها ترتاح يعني دقيقة فقط هكذا بش جينا عملية الخبز سهلة أنا كنت فوت في خبزة واحدة يعني خبزتها حاولوا تخبزوا الأطراف فقط بدون أنكم تخبزوا الوسط تاعكم هكذا بشكي جوا تحطوها في داخل المنديل رح يجيكم سهلة وما رحاش تتقطع لكم في الوسط عاليك رح نزيد ونديرو خبزة واحدة مع بعض يعني نرطلت ع ثرينة خرج ليسوك تقدروا تقسموها على ثلاثة رح نحاولو نخبزوا الأطراف فقط يعني في كل مرة رح ندورو الخبزة هكذا بش نتحصلوه على الشكل الدائري هنا ضروري يعني هدوك الخبزة تخلوهم يتحولكم حوالي واحد دقيقة هكذا بش كي تكونوا تخبزوا فيهم يعني يجيكم سهلين هنا حطيتهم في منديل ولديرو أي فوطة تعمى طبخ تكون نظيفة وتكون شوية خشينة يعني لازم تكون دافية هكذا بش تخمر لكم هاد الكسراء بسرعة نوش ندير رح نعود نغطيها ونخليها تتخمر ومدة التخمير رح تكون على حسب درجة حرارة المطبخ المهم يعني رح نخلوها تطلع شوية فقط ورح نشوفوه النتيجة مع بعض كيمدك مهم جدا بالنسبة للنتيجة انتها الكسراء كذلك مدة التخمير يعني لما تخمروا الكسراء تعكم متخلوها تضاعف الحجم مرتين لأنه إذا خليتوا هدوب للحجم التحام مرتين لما تديروها في الطاجين يعني رح تطلع وتعود تحبط ورح تخرج لكم كامل هديك الخميرة يعني لما تخمروا الكسراء تعكم خلوها تتخمر تلف أربعة اختمار والربع الباقي رح تكملوا داخل الطاجين ولا داخل الفرن أنا رح نسخن الطاجين تعي على نار تكون مرتفعة جدا يعني من الأحسن تكون عندكم طابونة وتشعلوها كامل رح نديرو الخبزة تعنا داخل الطاجين وبعد ما تتحمرها لهذه الجهة رح نقلبها على الجهة الأخرى يعني من ذاك ديروا هدي الحركة هكذا باش تحصلوا على الكسراء تكون محمرة من جميع الأطراف أنا بعد ما نحمرها من الجهتين رح نحاول يعني نطيبها من الأطراف ولا نحوشها كما نقوله ورح نتحصلوا على هذه النتيجة وأهم النصائح لنجح في الوصفة اختاروا الفرنة يعني تكون خاصة بالعجن هكذا باش يكون فيها العلق وتتحصلوا على نتيجة مليحة هذيك الملعقة الكبيرة تع السكر لما تضيفوها للمزيج رح تمدلكم اللون أحمر للخبز التاعكم كذلك يعني الدلك حاولوا تدركوه حوالي 5 إلى 7 دقائق ومدة التخمير حاولوا تخمروها 3-4 اختمار فقط والباقي تكملوا أثناء عملية الطعي هذه نهاية الوصفة رح نقلكم صحف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته